أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع ملف التنمية العمرانية الحضرية في مقدمة أولوياتها جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الوكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي للبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية السيدة ميمونة شريفة وذلك على هامش فعاليات اليوم العالمي للمدن بمحافظة الأقصر وأضاف مدبولي أن أهداف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تجد خير تكسيد لها فيما قامت به الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية في ملف التنمية الحضرية والعمرانية من خلال عدد كبير ومتنوع من المشروعات على مستوى الجمهورية